يتسابق أعضاء حكومة حرب الاحتلال إلى الحديث عن عودة العمليات والاعتداءات العسكرية على قطاع غزة وبقوة أكبر بعد انتهاء الهدنة وهنا تتصاعد تساؤلات حول قدرة الاحتلال على احتمال المزيد من الخسائر الاقتصادية التي مني بها جراء عدوانه الوحشي على القطاع خصوصا في ظل تراجع قيمة الشيكل وهروب الاستثمارات الأجنبية من تل أبيب لكن التبعات الاقتصادية للحرب انسحبت كذلك على الأردن إذ شهد القطاع السياحي وتراجعا كبيرا فضلا عن جمود ضرب معظم القطاعات الأخرى للإضاءة على هذا الملف نرحب بالخبير الاقتصادي المهندس عامر الشوبكي سباح الخير باش مهندس سباح النور يا أهل يعني قبل الحديث عن الصهاينة واقتصادهم لماذا هناك جمود طال معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن يعني القطاع السياحي معروفة ما هي الأسباب المباشرة ووقف السفر وغيرها يعني المنطقة نوعا ما غير آمنة لكن ماذا عن باقي القطاعات بسم الله الرحمن الرحيم نعم صحيح الآن يعني السياحة رافض مهم للخزينة الأردنية وقطاعات كثيرة في الأردن تأثرت بشكل كبير تأثرت بنسبة 50% لكن الملفت بالفعل هو يعني تأثر باقي القطاعات تنظر إلى حتى المقاهي المطاعم وزارات الرسمية دائرة الأراضي هناك بالفعل تراجع في إتمام العديد من المعاملات من يبني توقف عن البناء من يريد أن يفتح مشروع توقف عن هذا المشروع هذا كله بسبب الارتباط العاطفي الارتباط الاجتماعي للأردنيين بما يحدث في غزة أصبحت شغل الأردنيين الشاغل والجميع يترقب ماذا سيحصل ما هي التبعات وبالتالي هذا بالتأكيد يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن لكن مع الأسبيع الأخيرة الأيام الأخيرة في الواقع بدأ يعني الواقع يتحسن نوعا ما الآن الأسواق أفضل مما كانت عليه بعد السابع من أكتوبر نعم في الأردن وبالتالي أيضا على المستوى الحكومي هناك استقرار في الاقتصاد الكل هذا يعني واضح من خلال الاتفاق الأخير الذي أجرته الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي وبالتالي أيضا ضمن صندوق النقد الدولي قرضا للأردن على مدى أربع سنوات قادمة في برنامج الجديد قرابة المليار ومتي مليون هذا المبلغ سيضمن للأردن أيضا استقرارا ماليا واقتصاديا ونقديا أكثر في الفترة القادمة الآن الأمور حتى لو كانت يعني في الظاهر هي تميل نحو الهبوط الناعم للاقتصاد الأردني إلا أنه يعني الاقتصاد الأردني مرن ويستطيع التعامل مع أزمات كثيرة مثل هذه الأزمات يعني مهندس عامر لا شك أن ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية ومن مجازر ومن حالة إنسانية صعبة جدا وحجم الدمار الذي شاهدناه بعد أن دخلت الهدنة يعني في أيامها الخمسة الماضية هذا يعني يؤثر بشكل كبير نفسيا على الشارع الأردني وعاطفيا أيضا لكن هل نتحدث عن التوقف أو التباطع أو التراجع في القطاعات الاقتصادية المختلفة بسبب الخوف من توسع الحرب ودخول الأردن ربما طرف نعم يعني التباط العاطفي الآن عندما نرى هذه المجازر ترتكب في غزة فبالتأكيد مشاعر المواطنين الآن مرتبطة مع الأهل في غزة وفي الضفة الغربية وبالتأكيد أي مواطن كان هناك لديه مشاريع لمثلا استثمار يعني شخصي استثمار مؤسسة أو حتى لعمل ما في الأردن بناء مثلا توقف عن هذا العمل نتيجة أنه ممكن أنه يتوقع زي ما تفضلت حضرتك أنه تتوسع الحرب إلى أين ستتوسع هذه الحرب ماذا سيحصل لنا هنا في الأردن ونالك أيضا تهديدات أخرى حتى على الجانب الشرقي من حدود الأردنية أيضا يعني تجعل الأردنيين في حالة عدم اليقين من القادم للاقتصاد المحلي أسميته بالهبوط أن نعم للاقتصاد وأن الاقتصاد مارين طيب هل يساعد توجه المستهلك الأردني اليوم إلى البحث عن بدائل للمنتجات للشركات الداعمة لكيان الاحتلال الوصول إلى المنتج الأردني والتجربة والإقبال على شراءه هل يساعد الاقتصاد؟ بالتأكيد الاقتصاد المنتج أفضل من الاقتصاد مستورد بكثير هذا يساعد على طبعا تخفيض نسب البطالة لابد أن نذكر أيضا بأن رغم الأحداث ما زالت توقعات للاقتصاد الأردني بأن ينمو قرابة الاثنين فاصلة ستة بالمئة وهذا أمر جيد جدا في ظل الأحداث التي تدور من حولنا في ظل التأثيرات التي الموجودة في دول المحيط في مصر في لبنان في دول أخرى خارج المنطقة أيضا هذا الأمر في تحدي دائم لها من خفاض معدلات النمو الاقتصادي بالتأكيد أيضا بالنسبة للمنتجات المحلية هي أمر من الفوائد لهذه الأزمة بحيث التفت المواطنين للمنتجات المحلية أصبح هناك المنتجات المحلية التي كانت تعاني من خسائر في الواقع في الماضي انتعشت في الفترة الحالية وهناك فرصة أيضا لوجود صناعات أخرى محلية بديلة عن الصناعات المستوردة هذا أمر جيد للاقتصاد الأردني بدون شكل الاقتصاد المنتج مفيد للاقتصاد المحلي للمواطنين للاقتصاد الكلي للدولة لمستقبلنا لمستقبل أفضل أيضا بالتأكيد ونحن نعاني من نسبة بطالة مرتفعة 23% فأي إنتاج محلي يعني تشغيل مزيدا من العمال الأردنية نعم طيب الحرب أثرت على الاقتصاد الأردني لو قرر هذا الكيان الصهيوني أن يستأنف العمليات وبقوة أكبر كما يلوح قادة الصهائنة هل ستكون هناك تأثيرات أكبر على الاقتصاد الأردني؟ وهل يستطيع أصلا هذا الكيان أن يستمر في الحرب البرية في ظل الخسائر الكبيرة التي مني بها اقتصاديا؟ على الاقتصاد المحلي بالتأكيد أي استمرار في المعارك العسكرية يعني استمرار في الركود في قطاعات كثيرة أهمها السياحة وأيضا تراجع حدة النشاط الاقتصادي في قطاعات مهمة نتيجة الارتباط كما ذكرت لك للمواطن الأردني بالمواطن في الضفة الغربية وفي غزة بالنسبة للاحتلال الأمر مختلف الآن نتحدث عن خسائر بدأت تظهر نحن تحدثنا على هذه الطاولة وفي هذا البرنامج قبل أسابيع بأن الخسائر الإسرائيلية لن تسمح لإسرائيل بالاستمرار لأن استمرار الخسائر يعني انهيار الاقتصاد الإسرائيلي توقعنا الهدنة قبل حدوثها الآن أيضا المركز الإسرائيلي بدأ يتحدث عن خسائر كبيرة نفس المركز الإسرائيلي أصدر بيانا أمس بأن الخسائر وصلت إلى 54 مليار دولار هذا باشوانيس برغم أن الولايات المتحدة هي من تدفع فاتورة القذائف والصواريخ التي يقتل بها الأهل في قطاع غزة نوعا ما هي تدفع فاتورة الحرب نعم صحيح ليست الفاتورة كاملة الآن نتحدث عن القرض 14 مليار وصل فقط جزء منه للاحتلال هي قرض أم منحة؟ هو قرض للاحتلال الإسرائيلي وجزء منه منحة وأعتقد بأنه لن يكون كافي بسداد جميع فاتورة الحرب على الاحتلال الإسرائيلي هناك أيضا عدل 54 مليار التي اعترف بها الاحتلال وحسب تقديراتي هو ضعف المبلغ الآن يقارب الخسائر بالفعل قرابة 110 مليار دولار على الاحتلال الإسرائيلي هذا ما منعه في الاستمرار في الحرب هذا ما جعله يقف ليعيد حساباته في إما الاستمرار أو التوقف عند هذا الأمر الاقتصاد في الواقع هو سيكون السبب الوحيدي السبب الوحيد الذي سيمنع الاحتلال من إكمال حربه فيما يدعيه بأنه بعد الهدنة سيكون فيه هناك رحلة أخرى من الدمار والقتال والقتل المميت الذي حدث في غزة الآن الاقتصاد ربما سبب رئيسي لكن اليوم كان تحذير من الولايات المتحدة لإسرائيل أن لا تعيد تكرار تجربتها في شمال القطاع أيضا في جنوب القطاع يعني هناك تحذيرات كبيرة من كبار العسكريين الأمريكيين حتى في داخل هذا الكيان إلى أن الخسائر كبيرة جدا وندفع فاتورة بشرية هائلة في قطاع غزة إذن ربما الاقتصاد سيكون بجانب أيضا المقاومة والخسائر التي يعني يكبدها للاحتلال في غزة لكن ماذا عن توقف عجلة الاقتصاد الإسرائيلية؟ نعم بالطبع هذا جزء من الأسباب التي كانت قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي توقف عجلة الاقتصاد الأردن لذلك الاقتصاد الإسرائيلي عفوا توقف عجلته كان جزءا من سبب يعني المخاوف من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي لحكومة الحكومة المتطرفة في الكيان المغتصب الآن نحن نتحدث عن أثار أيضا غير مباشرة طويلة المدى أكثر من 60% من هذه الخسائر أو ما سيتبحى من خسائر حتى لو توقفت الحرب ستبقى موجودة لدى إسرائيل الآن نتحدث عن القوى العاملة التي انخفضت 360 ألف من الاحتياط بكلفهم الآن بدأ قبل نهاية الحرب بإرجاع جزء كبير ألاف منهم إلى القوى العاملة وكذلك بدأ بتشغيل حق التمار للنفط والمخاطرة بذلك لذلك هو يدرك بأن هناك خسائر اقتصادية قد تكون وصلت إلى نقطة لا عودة نحن نتحدث عن 60% ليس فقط في القوى العاملة التي توقفت هناك أيضا في الهجرة العكسية التي الآن بالفعل بدأت من إسرائيل إلى الخارج حوالي ربع مليون إسرائيلي غادروا الآن الرقم وصل إلى 400 ألف 400 ألف؟ نعم 400 ألف مستوطن في الكيان الإسرائيلي غادر بسبب الحرب الآن أيضا هناك 780 ألف عاطل عن العمل هذا عدا أو بضمنهم الذين تم تهجيرهم من الداخل الإسرائيلي في الأراضي المحتلة من غلاف غزة ومن جنوب لبناء باش مهندس لننتهي من اقتصاد الصهاية اقتصادهم مدمر والاقتصاد الداعم لهم أيضا يعاني الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أليس كذلك؟ هل ستستطيع الولايات المتحدة أن تستمر أكثر في الدعم الاقتصادي لكيان الاحتلال؟ هناك يعني سجال في داخل الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية ما بين الديمقراطيين والجمهوريين وهذا يحتاج إلى موافقة موافقة كل الجانبين ليحصل على أغلبية في أي مساعدات جديدة للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي هذه المساعدات إذا كانت ستذهب إلى قتل مدنيين في غزة فبالتأكيد لن يحصل على موافقة من الجانبين هناك الآن حركة معارضة كبيرة بالداخل الأمريكي للمساعدات التي تذهب إلى آلة القتل في إسرائيل نعم في هذه الحرب وتداعياتها وتوسعها نوعا ما الحثيون دخلوا على خط المواجهة ويأني نتحدث عن سفينتين تم احتجازهما واحدة مؤكدة الثانية للسلامية تم التأكيد واستهداف إحدى النقلات الأوساط الإسرائيلية تحدث عن ارتفاع أسعار الشحن البحري هل هذا سيؤثر على الأردن؟ أقود التأمين تضعفت للسفن الإسرائيلية ربما أيضا بعض السفن الإسرائيلية لن تجد من يؤمنها من الشركات للدخول إلى مضيق باب المندب هذا بات واضحا بعد احتجاز السفينة وسفينة أخرى تم تحريرها من القوات الأمريكية وسفينة تم استهدافها أيضا قريبة من باب المندب هذا كله يعني عرقلة لممر بحري مهم عرقلة للإسرائيليين فقط؟ هو عرقلة حقيقة لجميع السلاع في هذا الممر ارتفعت أسعار التأمين لجميع السفن في هذا الممر البريميوم أيضا على النفط ارتفع في هذا وهو علاوة المورد للمرور في البحر الأحمر باب المندب بحر الأحمر فبالنسبة للسفن الإسرائيلية تضاعفت والسفن قادمة إلى الأردن؟ للكيان بشكل أكبر متأثر جميع السلاع المواد الغذائية والنفط ماذا عن الواردات إلى الأردن؟ للأردن هناك ارتفاع بأسعار الفوائد أو أسعار التأمين للسفن هناك أيضا خطوة قدمتها الحكومة بتثبيت البريميوم حتى لا يرتفع أسعار النفط على المواطنين طب انعكسات على أسعار النفط انعكسات هذه الحرب على أسعار النفط لغاية الآن هناك انخفاض لأسبوع الخامس على التوالي منذ بداية الشهر الحالي وكان الانخفاض واضح في معدل الشهر كامل عن الشهر الماضي لذلك أعتقد بأنه أيضا سيكون هناك انعكاسا بعد يومين على الأسعار محلية في نهاية الشهر الحالي بانخفاض أسعار الديزل يعني بواقع 4.5 قرش على اللتر يعني وضع جيد بالنسبة قرابة الدينار للتنكة يعني أمر جيد للذين يستخدمون الديزل للتدفئة قرابة قريب من فصل الشتاء أصاب الاقتصاد هو النقل والديزل تحديدا بالضبط هو يخفف عبع على الكثير من القطاعات أيضا بالنسبة للبنزين 90-95 هناك انخفاض لكن بقيمة أقل 5 فلس على كل لتر نعم 5 فلسات على كل لتر هذه التوقعات نعم طيب انعكاس هذه الحرب أيضا على أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم هي قرب أعلى مستوياتها التاريخية هي في الواقع في أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 أشهر الآن أنصة الذهب أكثر من 2050 دولار هذا سعر يعني كبير جدا هذا متوقع طبعا مع ديسمبر ومع موسم العطلات بما يسمى بالسانتا كلوز رالي الذي يعني ينتظر في نهاية كل عام وبالتالي أسعار الذهب ترتفع الآن أيضا هي حساسة لأسعار الفائدة العالمية أسعار الفائدة العالمية المتوقعة الآن بأنها أنهت دورتها التشددية للفدرال الأمريكي وبعض المركزيات وسيبدأ الفدرال الأمريكي معظم التوقعات بتخفيض بتخفيض أسعار الفائدة اعتبارا من منتصف العام القادم مايو يعني الترجحات في مايو القادم وهذا سيرتبط بالبنك المركز الأردني أيضا بالتأكيد بالتأكيد هذا سيرتبط المركز الأردني يعني حتى لو كانت الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة في بداية العام القادم أول ربع لكن بعد ذلك أعتقد بأن الأمور متجهة إلى الانفراجة مع تخفيف أسعار الفائدة بداية التخفيض سيكون بنفس قيمة الرفع؟ هذا غير معلوم لغاية الآن غير معلوم حتى وقت التخفيض بداية التخفيض لكن المعلوم بشكل كبير بأنه دورة التشدد أو رفع أسعار الفائدة التي استمرت على فترة سنة ونصف أدت إلى رفع أسعار الفائدة أحد عشر مرة أوصلتها إلى أعلى القيم منذ أكثر من عقدين ربما هذه الدورة قد انتهت طيب باش مهاندس حتى هذه اللحظة حجم تأثير الاعتداء على غزة وأيضا ما يحصل في أوكرانيا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حجم تأثير الحربين على الإقصد الأردني الآن بالتأكيد كان لكل حربين تأثير مختلف حرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى رفع أسعار مواد غذائية مهمة ضرورية أساسية وأدت إلى ارتفاع أسعار مثلا الزيوت النباتية وبعض الحبوب بعض المواد الغذائية طاقة أهمها بداية أن ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير بداية الحرب الروسية على أوكرانيا لأن روسيا بالتأكيد هي من كبار مصدرين ثاني أكبر مصدر للنفط والمشتقات النفطية في العالم أثرت على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نحن بالنسبة لنا عقود طويلة المدى لكن الحرب الآن الإسرائيلية الحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كان لها تأثير أيضا من نوع ثاني فلذلك أقول لك بأن الصدمات جعلت الاقتصاد الأردني منيعا وبالتالي يتكيف ومرن لاستقبال هذه الصدمات دربتنا هذه بالضبط يعني من كورونا الحرب الروسية أسعار الفائدة والآن الحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة والاقتصاد الأردني صامد نرى هناك انهيارات في الاقتصادات حولنا انقفاض في أسعار العملة تعويم للعملة في بعض المناطق انقطاعات الكهرباء أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أو انقطاعات لمواد النفطية والمشتقات النفطية فبالنسبة لأردن الوضع أفضل بكثير من هذه الدول لكن إذا سمرت هذه الحرب أو إذا ما تمددت سيكون له أثار أكبر وعميقة نحن كلنا ثقة بالدولة الأردنية وبالسياسات المالية للبنك المركزي التي نوعا ما تحافظ حتى اللحظة على قيمة الدينار وعلى أن نخرج بأقل الخسائر بكل ما يحدث في حولنا بدي أشكر رجوك معنا الخبير الاقتصادي المهندس عامر شوبكي كنت معنا في الستوديو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك